موسيقى مرحبا بكم مجددا في درس آخر من سلسلة دروس تعليم اللغة الإسبانية لمبتدئين في هذا الدرس سوف نرى الأفعال إنعيكسيا في اللغة الإسبانية سوف نرى كذلك أمتلا لهذه الأفعال و سوف نتعلم كيف نصرف هذه الأفعال في زمان الحادر Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez a nuestro curso de la lengua española para extranjeros En la lección de hoy vamos a estudiar los verbos reflexivos en la lengua española y también vamos a ver cómo se conjugan estos verbos en el presente de indicativo Los verbos reflexivos indican que la acción del verbo vuelve a la persona que efectúa la acción El verbo reflexivo lleva el pronombre SE al final del infinitivo Ejemplos, levantarse, acostarse, ducharse Al conjugar un verbo reflexivo el pronombre reflexivo cambia de sujeto Repito, los verbos reflexivos indican que la acción del verbo vuelve a la persona que efectúa la acción El verbo reflexivo lleva el pronombre SE al final del infinitivo Ejemplos, levantarse, acostarse, ducharse Al conjugar un verbo reflexivo el pronombre reflexivo cambia de sujeto معنى هذا بالعربية تدل الأفعار الإنعكاسية على أن فعل الفعل أي La acción del verbo كما قلت في باللغة الإسبانية La acción del verbo يعود على الشخص الذي يقوم بالفعل بمعنى أن الشخص الذي يتحدث أو الفعل الذي يقوم به المتحدد يعود على نفسه أو يتكلم على نفسه يعني مثلا كمثال دوشarse مدوش أنا أستحم أنا أستحم يعني أستحم لنفسي مدوش أستحم لنفسي بمعنى آخر أو levantarse أنا أستيقض ملیبانت levantarse ملیبانت يعني فعل الفعل يعني la acción del verbo تعود vuelve a la persona que efectua الذي يقوم بالفعل تنتهي الأفعال العكاسية بالضمار C في صيغة المصدر يعني الأفعال العكاسية في صيغة المصدر يعني دمار ويسمى ويسمى هذا الدمار بضمار العكاسي دمار يرافق الأفعال العكاسية في صيغة المصدر وكذلك سوف نرى كذلك في التصريف عندما نصرف الفعل العكاسي يتغير الدمار العكاسي يعني C الذي يكون في نهاية الفعل في صيغة المصدر ليتطابق مع الضمائر الشخصية أو الضمير الشخصي بمعنى آخر يعني عندما نصرف الفعل يتغير الدمار العكاسي الذي يكون في نهاية الفعل العكاسي في صيغة المصدر ليتطابق مع الضمير الشخصي أو المتحدد أو المتكلم لدينا هنا بعض الأمثلة لهذه الأفعال العكاسية وسوف نرى كيف تصرف كذلك في زمن الحاضر لدينا في الخانة الأولى los pronombres personales del sujeto أي الضمائر الشخصية التي درسنا من قبل yo tú él ella usted nosotros ellos ellas ustedes في الخانة الوسطى pronombres reflexivos وهي الضمائر العكاسية التي سوف نرى في هذا الدرس وكذلك لدينا في الخانة الأخيرة الverbo conjugado يعني الفعل المصرف في زمن الحاضر بالطبع وكما ترون في صيغة المصدر أو في الانفينيتيبو لدينا الفعل دوتشار ينتهي ب وهو ضمير العكاسي يأتي في نهاية الفعل بالنسبة لتصرف هذا الفعل كما ترون هو فعل ينتهي ب R يعني دوتشار بغض النظر عن ضمير العكاسي الذي يأتي في النهاية وهو يعني ينتهي ب R يعني ينتمي إلى المجموعة تنتهي بخلف فصوف الآن ينتهي ينتهي ي Tang ينتهي قوم نحي ينتهي مجموعة تنتهي ينتهي ينتهي سنهاية igten ينتهي كما ترون أصبح التمر نعكاسي قبل الفعل عندما صرفناه في البداية يعني في الانفينيتيفو في صغة المصدر كان في نهاية الفعل وعندما صرفناه أصبح يسبق الفعل عند التصرف ملاحظة ثانية هو أن الدوتشار خضع لنفس قاعدة كيف يتصرف الفعل الأفعال التي تنتهي بR يعني كما قلت الدوتشار ينتمي إلى المجموعة الأفعال التي تنتهي بR التي درسنا في درس كيف يتصرف الأفعال المنتظمة بالنسبة للدمائر العكاسية تغيرت لم تبقى C كما في صغة المصدر يعني في الانفينيتيفو فأصبحت مي تي سي نص أوس سي كما هو بارز باللون الأحمر يعني في يو نقول مي تو تي إل إيا أستاذ سي نصوتروس نص بصوتروس أوس إيوس إياس أستاذ سين وبنسبة للتصرف الفعل دوتشار كما ترون ينتهي بO دوتشو دوتشاس دوتشا دوتشاموس دوتشايس دوتشان يعني نفس الترميناسيون أو نهاية الفعل التي رأينا بالنسبة للمجموعة الأولى في درس دمائر المنتظمة بالنسبة للضمائر الإنعكاسي يجب يعني التمرن عليها وكذلك حفظها بالمحادثة وكذلك بتمرن عن طريق تمارن دي كي تترسخ بشكل سهل لدينا هناك مثال تاني لبانتارسي وهو يخضع نفس الخصائص الفعل الذي رأينا من قبل دوتشارسي يعني ينتهي بر لبانتار وكذلك لأنه فعل إنعكاسي يعني يصرف كما صرف الفعل دوتشارسي يعني يو ميليو 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 م والدمائر الشخصية بطبيعة الحال هي نفسها هنا لدينا مثال ثالث دور ميرسي بالنسبة لهذا الفعل هو فعل انعكاسي في الأصل ولكن بالنسبة لأو كما ترون وهو بارز باللون الأصفر بالنسبة لأو تتغير عند التصريف فقط في الضمائر الثلاث الأولى للمفرد والدمائر الأخير يعني أنها تخضع لنفس القواعد التي رأينا بالنسبة لأفعال الشابذة يعني تتغير عند التصريف لتصبح O A كما بالنسبة للفعل كما رأينا في درس الأفعال الشابذة سوف نقرأ جميعا كيف يصرف هذا الفعل ملاحظة ثانية دور ميرسي هو إير يعني هو يخطع لقاعدة تصريف الأفعال المجموعة التي تنتهي بإير سوف ترون كما هو مارز باللون الأحمر أنه أنه هذا الفعل تصريف تباعا لنهاية الكلمة أو التي تنتهي بإير في درس الأفعال التي تنتهي بإير سيد ويربين يعني التخيير فقط بالنسبة للأو يترقع فقط في ثلاثة ضمائر الأولى والضمير الأخير ثلاثة ضمائر الأولى للمفرد والضمير الأخير للجمع كما رأينا بالنسبة للأفعال مجموعة الأفعال التي تنتهي التي تنقلب لأول عند تصريف وهي أفعال التي تعتبر أفعال شاذة لدينا هنا مثال وهو مثال الرابح لهذه الأفعال النيكاسية ولدينا هنا مثال الأفعال التي تتغير البوكال الحرف المتحرك عند تصريف في الثلاثة ضمائر الأولى والضمير الأخير لتصبح كما رأينا في درس الأفعال شاذة لدينا Yo me despierto Tú te despiertes Él ella usted se despierte أو despiertas أفعال يأخمر أفعال DESPIERTO DESPIERTAS DESPIERTA se despierta nosotros نحن تلتل وكما رأينا تأخري نحن تلتل أفعال تلتل يجب أن تتعلمون يجب أن تتعلمون بالنسبة لترمينات أو نهاية الفعل تخضع لترمينات الخاصة بالأفعال المنتظمة للأفعال المجموعة الأولى تتعلمون والتغيير يكون فقط في ثلاث دمائر الأولى المفرد والضمائر الأخير للجمع بالنسبة لتعلمون يوجدهمة تكون بعين في الآفعال ثم تكتبون يجب أن تعلن ككبود على الترمينات يومي بعد جومي أمتلا لها جومي مي ديزبيرتو ألس سيتي ديلا مانيانا مي ديزبيرتو مي ديزبيرتو يعني الفعل يعودو علي أنا مي ديزبيرتو ألس سيتي ديلا مانيانا معنها أستيقيدو على ساعة سابعة سابحن ديزبيرتو هو مصارف في دامير الأول المتكلم المفرد مي ديزبيرتو ألس سيتي ديلا مانيانا أستيقيدو على ساعة السابعة سابحن الجوم التانية ألس 10 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 المرسل الفيرب المرترسي في الفينيتيبو أتغذى على الساعة الثانية بعد الزوان أتمنى أن أكون قد توفقت في أن أشرح لكم هذا الدرس المخصص بالأفعال العكاسية إن كانت لديكم أي استفسارات أو أسئلة تخص هذا الدرس واتركوها لتحت هذا الفيديو أشكركم مجددا على تتبعكم لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجميع التنبيهات شكرا مجددا لكم وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله